طيب المهندس عدلي أشار إلى جزئية القيمة المضافة الناس اللي بتنتقل للأهل أو بتنضم للأهل الأهل بيحط عليها بصمته بتاخد الختم الأحمر بكل بقى في الختم الأحمر بقى من مزايا من دعم من مسندة من رعاية من تربية من تنشيئة من حقوق من حاجات كتيرة قوي مكونات هذا الختم الأحمر الضامن للبطولات البعض أثار جزئية أنه أصلا المحدش بينجح من اللي بيجي من الزمالك للأهل إحنا ردنا فيه ده كتير أعتقد مسكنهم واحد واحد بصوا عدد بطولات طرق السعيد مع الأهل قابلوا بعد هم مش كتير عموما يعني بالضبط شوفوا رضا عبدالعلو عدد بطولاته شوفوا كل الناس اللي شوفوا معتزقينه شوفوا هاني العجيزي واللي قاله كلهم دول مسكنهم بدل المرة حلق واثنين وثلاثة وإحنا بنستعرض القيمة المضافة الحمراء بعد ما خدوا النصر الأحمر عملوا إيه من عدد البطولات علي معلول في تلات مواسم فقط ست بطولات فوز بالدوري الفين وسبعتاشر وطمنتاشر وتسعتاشر فوز بكاس مصر الفين وسبعتاشر السوبر المحلي مرتين على الصعيد الأرقام القريبة من الآلي أعتقد أرقام ولا أروع شارك في مية وحداشر مباراة منها تمانية وستين مباراة في الدوري ست مباراة في كاس مصر مباراتين في السوبر المحلي سجل 18 هدف علي معلول جيل النادي الأهلي وهو هدف الدور التونسي لأن طريقة اللعب هناك 4-4-2 فهو متوظف جنيح شمال فباستمرار عنده فرص للتسجيل ولعب ماهر في ضربات الجزاء بالذات الناس اللي بتتكلم على أيمن أشرف يشوفوا الدور أيمن أشرف في التغطية وراء علي معلول اللي مخليها دايما وأبدا عامل الخطورة والإضافة والتكملة في الحلقة اللي جميل دعني أفني إيه يا أستاذ برايب اللي بيشوفه في اللعبة دي بيخدوهم المنتخب ويبقوا أساسيين يعني مش بيفهموا يعني بالزبط أنت بتدور ليه على الغلطة ما تدور على التأثير تدور على ما فيش حد مش هيغلط انتنتظر لكم